السلام عليكم أصدقاء وإيكم الناس لا تنسوا الصلاة على النبي أهم أخبار المنتخب العراقي مدرب منتخبنا الوطني العراقي خيسوس كاساسي يجري تغييرات في الكادر الفني حيث استغنى عن مدرب اللياقة خافير بالنفيد والذي سيعمل في مشروع الفئات العمرية في العراق واليبقى على مدرب اللياقة واحد وهو من إلو سولادو مع إضافة خصائي العلاج الطبيعي لخاندرا روسيلو الماجرل كومون إيطاليا تعادل مع كالياري بهدف الجول الثاني من الدورة الإيطالية والتي غاب عنها لاعبنا العراق علي جاسم فابريغاز استرعى علي جاسم ضمن القائمة صحفي إيطاليا سأل فابريغاز عن علي جاسم فابريغاز يجيب علي أحد صفقات النادي الجديدة للتوء انظام إلى الفريق وهو يبلي بلا حسنا في التدريبات والإصغاء الفني الصحفي سأل متى سيشارك فابريغاز يجيب ستأتي فرصته قريبا لازلنا في البداية وانتظرنا الكثير حريصين أن تكون انطلاقة لاعبين الجدد مثالية بكاري سانيا لاعب أرسنال والمنتخب الفرنسي السابق علي جاسم يقول فابريغاز سيتعامل مع علي كأخوة صديق لكي ينسجم مع الفريق لقد لاحبنا معا وعرف أنه من المدربين الذي يتعامل جيدا مع الشباب لأنه تدرب على يد أفضل المدربين عندما يكون لديك مدرب يثق بك ويطور قدراتك مثل فابريغاز فستكون موهبا من فجرة يجب على علي أن يؤمن بإمكانياته وأن يعلم أن الدور الإيطالي أكثر صعوبة وأن الآن علي لديه فرصة ليبدأ مع كومو فصل جديد في مسيرته حسين الجسم محلل الدور الإيطالي في قناة ابو ظبيغاز يقول سعداء جدا بتواجد لاعب عربي علي جاسم في الدور الإيطالي ولكن عليه الصبر والانضباط وتعلم اللغة الإيطالية لكي ينجح تواجد علي جاسم في الدوريات الكبرى بمثابة تحدي له وعليه أن يتكيف مع الظروف احتراف علي جاسم مع كومو هي الخطوة الأولى هناك خطوات أهم على علي جاسم يتعلم عليها يجب على علي جاسم أن يتخذ من محمد صلاح مثال وقدوة له عندما قدم إلى الدور الإيطالي لم يكن أحد يعرفه أن يوم أصبح أحد نجوم العالم بحسب المصادر بولي الإيطالي يقدم عرض رسمي للعراقي أحمد قاسم لعب الفسبورغ السويدي بقيمة أربع مليون دولار سومر الماجد يفسخ عقده مع دهوك بالتراضي ويتوجه غدا للبصر لانضمام لزفوف الميناء ونادي الميناء أعلنت عاقده مع المدافر الإسباني راول بارا لاعب قادش الإسباني الأسبق أمين الدخيل ذو الأصول العراقية ينتقل نادي شهد غارة الألماني اللجنة الأولمبية تقارر رضافة الكابتن هوارم الأمحمد إلى فريق العمل لأولمبي لوضع الخطط لإعداد الرياضين إلى أولمبياد لوس أنجلس ٢٠٢٨ أيمن حسين يقول رفضت عرضه من الدور السويد وفضلت عليه عرض نادي الخوار القطري الجمهور العراقي دائما يطالب أن يحترف بأوروبا بينما بالواقع اللاعبين الأوروبيين هم نفسهم يجون يحترفون بالدوريات الخليجية هوارض لمحمد يقول أولا شكرا لله دائما وأبدا شكرا لكل من منحني هذه الثقة شكرا لكل من منحني صوته وحملني هذه الأمانة وإن شاء الله سأكون على قدر المسؤولية وشكر خاص لرئيس اللجنة الأولمبياد الدكتور عقيل مفتن المحترم مرة أخرى الإعلام من حسام البهاد الذي يقول لعب إمكانيات متواضعة مثل زيدان إقبال ريدوا يا أهلنا الكأس العالم؟ يعني صدوك شيذي بالبارحة تحكي على علي الحمال يقول خليجي للشرطة هو يلعب بالبريمار ليغ أفضل دور بالعالم واليوم علي زيدان إخبال شنقصتك بيهم حارس لورمبي العراقي كوميلي السعدي يلعب مع نادي ليغاني زي الإسباني لكن الفريق الرديف والتقط صورة معهم رسميا ناري طلب اتعاقد مع التونسي حبيبي الوسلاتي قادمة من الدورة القورص الممتازة ترجمة نانسي قنقر